لأول مرة في تاريخها أعلنت وزارة المالية السعودية الأرقام التمهيدية لميزانية العام القادم ولأول مرة أيضا تقوم الوزارة بتعديل توقعاتها لكافة بنود ميزانية العام الجاري وزير المالية السعودي محمد الجدعان أشار إلى أن الانفاق في ميزانية 2019 سيصل إلى تريليون ومائة وستة مليارات ريال أي أعلى بنحو 7% عن رقم الانفاق المخطط لـ 2018 والذي تم تعديله عما ورد في ديسمبر الماضي من ناحية الإيرادات من المتوقع ارتفاعها بنحو 11% إلى 978 مليار ريال وبالتالي فسيتراجع العجز المخطط في ميزانية 2019 إلى 128 مليار ريال أي بتراجع بنحو 14% عن العجز المخطط للعام الحالي وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى تراجع مستمر لعجز ميزانية حتى الوصول لنقطة التعدل في 2023 كذلك تتوقع المملكة نمو الإيرادات بـ 6% سنويا حتى 2023 أما الدين العام فمن المتوقع ينمو بنحو 18% إلى 678 مليار ريال في 2019 كما من المتوقع يصل إلى 848 مليار ريال في 2021 في حين ستتجاوز الإيرادات التريليون ريال في 2021 هذا ومن المتوقع ينمو الاقتصاد السعودي من نحو 2.3% العام المقبل ليرتفع هذا النمو إلى 2.4% في 2021 وسط توجه الحكومة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق وإدارة المالية العامة إضافة إلى تنمية دوري القطاع الخاص وتطوير استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط مايا جريديني العربية